عند اختلاف السراق والفاسدين تتكشف الحقائق ويفضح بعضهم بعضا ورغم اشتراكهم في عمليات السرقة والفساد التي تقدر بالمليارات فهم يتبادلون التهمة دون حياء أو خوف فلا رادع ولا حسيب وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت التيار الصدري اتهم خصومه السياسيين لسيما الميليشيات التي خرجت من تحت عباءته بسرقة مصفى بيجي والذي ما زالت تداعياته مستمرة حتى اليوم نظرا لكونه يغطي نحو 65% من حاجة البلاد من المشتقات النفطية الاتهام جاء بعد سبعة أعوام من الصمت حيث وجد الصدر في أزمة الوقود المتفاقمة في العراق فرصة للتحشير ضد خصومه ومنازعيه على المناصب بينما حملت لجنة النفط والغاز النيابية وزارة النفط مسؤولية العجز الحاصل بالوقود بسبب سياستها الخاطئة ليبقى العراق مستوردا للمشتقات النفطية وبأسعار مرتفعة لا سيما من إيران فيما أكد وزير الكهرباء عاد الكريم أن وزارته ليس لديها إمكانية لتجهيز المحطات الكهربائية بالغاز المحلي خلال المستقبل القريب وزير النفط الأسبق عصام تشالبي أكد بأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 فشلت ببناء مصاف جديدة أو تطوير المصاف القديمة لإيقاف استيراد المشتقات النفطية لافتاً إلى أن حجم الأموال التي صرفت على استيراد المشتقات النفطية بعد عام 2003 كافية لبناء أكثر من عشرين مصفاء منظومة الفساد في العراق لا تقتصر على أزمة المشتقات النفطية فثمت أزمات تجتاح جميع المفاصل والقطاعات ولعل من أهمها قطاع الصناعة الذي أسدل الستار عليه لصالح إيران وقطاع الزراعة الذي يتهدد التصحر نحو 55% من المساحة الكلية للأراضي الزراعية فيه بحسب وزارة الزراعة الحالية فضلاً عن تجريف أكثر من ثلاثة ملايين نخلة في محافظة البصر فقط فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن وضع الأمن الغذائي في العراق غير مستقر وأنه يواجه موجة غير مسبوقة من الجفاف الذي تسبب في تصحر جزء كبير من الرقعة الزراعية في البلاد